كابتن عادل برضو أعرف وجهة نظرك فيما حدث سابقا ما تكلمناك بطير إحنا قبل المطش كنا بنتكلم عن دايما النواحي الفنية والأمور الفنية وأمور التحفيز أول حاجة يا كابتن إسلام أنا عايز أتكلم في ثلاث نقاط بسرعة كده فضل يا جب نقاط الأولى أنه النواحي الإدارية وبإزاي المنظومة بتدار في الاتحاد الأفريقو وفي مصر حتى كمان ثاني حاجة في شق الجماهيرية والجماهير والحاجات دي الثالثة في أمر الناد الأهلي نعم رقم واحد أنت لما تيجي تتكلم على أنا مش عاوز أسمي الدولة ولكن عايز أقولك أن في حد عايز تحوز على الاتحاد الأفريقي ده مش من ناحية كرة القدم بس أنا آسف حتى في النقطة ده يا كابتن أنا لما أجي مثلا أنا والكابتن عادل قاعدين أقول له أنا نفسي نعمل ونعمل 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 حتى لو فيها كلام بس ده بيني وبينه مثلا لكن أطلع إعلاميا وفي جرائد وفي مواقع وبتاع وأقول احنا هعمل وحخلي وحسوي وانتهى عصر اللي مش عارف إيه وعلى أساس ان احنا يعني كنا في لا ده أنا عايز أقولك حاجة قوية يمكن الناس مش راخد بالها انت حتى في الاتحاد الأفريقي القرة الطائرة الفولي انت لسه لا ده قصة عمر علواني متشقال وحطين بشرة مغربية بقصة بقصة لحصل كمان حاجة ما يجعب سهلها وفي حابة اتحادات وإحنا قدرنا برضو لكن أعوز أقولك حاجة أنت هنا ترجع للثقل بتاع البلد نفسه إحنا كمصلة طول عمرنا علشان دولة كبيرة زي ما كابتن عادل قال مش بنستحوز ولكن إحنا عندنا كوادر بتشتغل في الاتحاد في كل مكان أنت الكوادر اللي بتشتغل في الاتحادات ما بتساعدكش ليه ما بتساعدكش يعني خلينا نعترف ونقول محدش بيساعدك من الكوادر المصرية ده دايرك مش الأهلي بس مصر كمان ولا الأندية هو مصر ومصر هو الزمالك ومصر هو المحلة ومصر أي فرقة بتلعب في بطولة أفريكا فهي مصر لكن أنت لازم تعرف أنه الخلل جاي من هنا أصلا يعني أنت لازم تبص على سبب المشكلة إيه أنت بتتكلم مش عاوزين نعيد الكلام أنه فيه خطابه وتخبل خطابه الحاجات الموضوع باين ومعروف أنه كان فيه النادر قالي ما ياخدش البطولة ليه ما ياخدش البطولة لأن الاتحاد الأفريقي غير أنه كمان كل فترة بعاوز يدي أو يميل لدولة أو يميل لفرقة تتويج تتويج فريق كرة فريق تنس التاولة سيدات بالدوري العام في تنس التاولة سيدات زي ما حضراتكم شايفين وكابتن عادل بيتكلف مبروك الأول ولكن الحاجة المهمة اللي أنا عايز أقولها لك كابتن أسلام أكمل فيها أنك أنت فيه حرب عليك أنا بقول حرب ومش بقول مؤامرة ليه؟ أن المؤامرة ممكن يحقوها وتشتغل خطوة بخطوة لا أنت فيه حرب عليك ومعلنة ما هو اللي أنت قلته ده إعلان حرب عليك في الكورة يعني في لغة الكورة اللي هو حرب رياضية رياضية أنه انتهى الموضوع وانتهى الاستحواز والحق وأنت ما كنتش بيستحوز قلب قدراتك لأن أنت أكبر دولة في أفريق أنت صاحب المقام الرفيع في بطولات أفريق الشق الثاني اللي احنا عايزين نتكلم عليه وده مهم جدا الشق الجماهيري أنت عندك مشكلة ولازم نعترف بيها زي ما بنقول حاجة صح نعم نقول كمان الأخطاء بتاعتنا فضل لازم تعرف يا كابتن إسلام من الجيل الحالي اللي ما بيعرفش يلعب قدام الجمهور قديك دلائل ماتش السنغال ضغط الجمهور فاكر إحنا لما كنا عيشنا في الظروف اللي زي دي ونلعب وأنتو برضو جيلكو ما كناش نخاف ولا كننا نتخاف أنا بلعب 120 ألف أنا أحيانا في مطشاط في الدوري الممتاز وفرق من الدل للجدل مئة وعشرين ألف متفرج فطول عمر يأخذ على كده خلي بالك اللعيبة ما بقتش بقت بتتخض من من الجمهور عشان كده لازم الرجوع شوية لحتة الجمهور تدريجية خلي بالك بس ابتدت الدنيا هناك قد تب في مباراة المنتخب النهاردة أو في المباراة القادمة أربعين ألف متفرج آه يعني خلاص يعني الديل ده كله ما خدش على كده يا كابتن إسلام ما خدش على دي مهمة دي نقطة مهمة جد الحاجة التالتة بقى المهمة إحنا كنادي أهلي كان مطلوب إنك متخدش البطولة بس فيه برضو لازم البطل أو القوي طبعا لازم يعرف إيه العلة اللي كانت عنده إحنا ما كناش كويسين في المباراة يعني إحنا لو تكلمنا فنيا هللاقي إن إحنا أخطأنا كتير جوه الملع نعم ولازم نتكلم عليها طبعا والبطل دائما ما هو العلاج الصح إنك تقول المرض اللي عندك إنت لو دكتور وأنا رايح لك وأنا مريض وما قلت وبقول لك أنا رجلي وجعاني وهي دمجة وجعانة يعليج لي رجلي مش هيعليج دماغي فأنت المفترض إن إنت لازم برضو عندنا أخطأ آخر حاجة قبل ما أفل الكلام أنا الأوان الناس يعني إحنا إحنا كنادي أهلي ما نعملش الناس بلغة الفرسان النبال النبالات الفرس النبال يعني والفرس النبيل خلينا نتكلمها بمنتهى الصراحة لا خلاص لازم يكون لك أناب لا لأنه للأسف الناس فهمة إنه ده ضعف خلي بالك هذا احترام الأدب والاحترام وإنك أنت تتحمل علشان حاجات كثير أنت القدوة وكل حاجة لأ أنا الأوان إنه خلاص وده تحذير بقى يمكننا أقول لك حاجة مفيش تحكيم تاني هي ظلمك أنا بك بكلمك بمنتهى الأمان يا رب يا كبت لأن مفيش حد هيسكت تحكيم مفيش ظلم تاني الظهر والأشكال اللي بتحصل في الظهرات والحاجات دي وفي المطشاط الدوري مش هتكيل علينا تاني ولا هنقبلها ولا هتبقى موجودة أنت أخلي بالك ولازم حق النادي الأهلي ياخده كامل ومكمل إحنا مش عايزين كتير من حقنا بس هو الأيام الجاية ده تحذير أنا مش بتكلم بإسم النادي الأهلي سنة واحد من جمهور النادي الأهلي سبك من إنه كنت لعب سابق والحاجات دي أنا شخصيا مش عجبني إن أنا في وقت خلاص اللي هيغلق فيها هبينها كنا الأول نقول لا حذر شوية ومعلش ونعدي مفيش تعادية أنا من وجهة نظري أنا كجمهور على الأقل لأنه زادت قوي بدأ الحربة تبان بدأ المؤامرة تبان وبدأ إنك أنت كل شوية يبعث لك في صيغة فار فار في صيغة مثلا يعني حكم جوه الملعب اتحاد أفريقي يودي الفاينال على أفريقيا ويوديه على المغرب الحاجات دي كلها خلاصي يعني أنا الأوان أنا الأوان إن ما فيت سكوت على أي حاجة بعدك ده من وجهة نظري ترجمة نانسي قنقر